الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحضر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار أو غير ذلك ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان فإذا كتمه زوجان لم يصح لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنا أعوذ بالله كتمه الزوجان بين الزوج والزواج هذا فيه منكر كبير بإمكان الزنات أن يدعو ذلك عندما يقبض عليهما أو يكتشف أمرهما إذا وقع رجل يزني بمرأة قال لا زوجتي وقل له ما أنت زوجتي وقل له صحنا من الزوجين راحت صارت فوضى كل من يزنيه ويدعي أنه متزوج لكن لابد أقل شيء أن يكون بولي وبشاهدين اثنين هذا أقل شيء يعني ليس المراد أنه يعلن لجميع الناس أو يضعه مثلا في وسائل التواصل وقت تزوج ليس بالضرورة لكن ما يكون مكتوم بين الزوجين لا يعلم لا ثالث لهما هذا باطل ما يجوز نعم